اشتركوا في القناة في المستقبل احيانا ايه ده اكيد نادرا ما تكون الرؤية تتكلم عن شيء في الماضي او انني مثلا احني الى الماضي لكن بصفة عامة الرؤية دائما تدل على المستقبل طيب النهاردة هتكلم عن موضوع مهم جدا هل استطيع ان احدد الرؤية ان تكون في وقت معين هذا هو العنوان عموما لازم افهم ان اكثر الرؤى لا تشير الى الى امنيات والى امور معينة لا 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 الرؤية بصفة عامة تدل على اشياء في المستقبل ولكن هل التوقيتات في تحديد الرؤية او الوقت في تحديد الرؤية ده ممكن نحدده ممكن ولكن ده ليس بصفة عامة هناك بعض الاحداث من الممكن ان اعرف ان الرؤية هتكون امتى وده مش باليوم لا يعني مثلا اعرف انها هتكون بعد شهر بعد سنة كده زي ايه فصل الصيف وفصل الشتاء او ممكن اعرف ان هي هتكون في موسم الحج يعني في شهور الحج فالرؤية ممكن اتعرف عليها انها ممكن تكون في فصل الصيف او في فصل الشتاء ماشي وعلى الرأي ان يحسن الظن بالله تبارك وتعالى وان يدعوها ان يحقق الله ويتمنى ومن الرؤى اه التي يستطيع المفسر ان يستنبط منها توقيتات معينة زي مثلا الشخص المهموم الذي يرى مثلا انه يقرأ القرآن ويقف على صفحة فردية فسوف يفرج عنه في يوم فردي او في شهر فردي خلي بالكم الحاجات دي يعني مهمة للغاية ليه انا بعرف بصفة عامة يعني مثلا الشخص المكروب ده ويقف على صفحة ثلاثة ممكن يكون الفرج في يوم ثلاثة في الشهر او ممكن الفرج يكون في شهر ثلاثة او انا مثلا في شهر واحد حاجات كده تعتبر يعني في اتفاضة انما التحديد التحديد كلام ده غير صحيح وما تسمعش لحد يقولك الرؤية في يوم الفلانة هتحقق كلام ده غير صحيح لكن اللي نقدر نقوله ان ممكن في شهر كذا او في رقم كذا او في سانة كذا اكتر من كده اللي يقولك غير كده يبقى بيتحق عليك تقصرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة